سبعة نوات مضت العمل شركة أسمنت أفريقيا المغربية فرعشات سيماف في العاصمة عن جمينة وتعتبر الشركة رمزا من رموز التعاون بين الدولتين حيث ساعدت الشركة في دفع عجلة التقدم في مجال البناء وفي إطار مسائي الشركة إلى زياجة القدرة الإنتاجية لها جاء المدير الآمن الشركة السيد أنس أصفريوي وفريقه الفني لإطلاع رئيس الجمهورية على هذه المسائي وسير عمل الشركة المقابلة التي استمرت زهائساء حضرها وزير التجارة والصناء وبعت من مآوني رئيس الجمهورية في المكتب المدني والأمانة العامة والوبد المرافق للمدير العام وقد طرحت المقابلة كيفية سعر عمل الشركة مشروع المجموعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت في شات من 500 ألف طن سنويا إلى 700 ألف طن الأمر الذي سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الأسمنت في السوق وتوفير فرص العمل للعمالة الشادية كما أن الشركة تسأى جاهدا إلى العمل بالطاقة الشمسية في المستقبل القريب فقامت رئيس الجمهورية محمد تريس ديبيتنو ثمن هذه المبادرة المقربية التي وصفها بالتآون المثر بين البلدين ويؤكد مدى أمق الألاقات الثنائية كما أن هذا التآون سيكون له التأثير الكبير في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية في مجالات التجارة والصناعة وفي نهاية المقابلة تحدث المدير الآمن الخدمة اللوجستية السيد حاتم خطاب عن الشركة ومسائها المستقبلية ويشار إلى أن نشار الأسمنت أفريقيا فرعشات المغربية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والمعمارية داخل الأراضي الشادية مع الاحتمام بالجانب الإنساني والخيري اشتركوا في القناة